بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل إثباتات القوانين اللي عندنا في الـ Engineering Economy كات آخر علاقة وصلنا لها هي العلاقة بين الـ B والـ G وقلنا طبعا حفظ القوانين ديت ممكن يكون صعب عليك شوية وبالتالي أنت تقدر تجيب الناتج بتاع هذا القانون من الـ Tables اللي مرفقة بي المقرر اللي عندك أثبتنا العلاقة بين الـ B والـ G اللي هو الـ Gradient والـ Present اللي عندنا لكن عاوزين نستكمل العلاقات اللي عندي لو أنا عاوز أجيب العلاقة بين الـ A والـ B العلاقة دينيات عشان نجيب علاقة بين الـ A والـ B ممكن نعتبرها component من علاقتين قبل كده الـ B والـ G والـ A والـ B ناخد قانون To find B given G والقانون بتاع To find A given B ونضربهم ببعض ونلخص الكلام ده الفرمولاة تطلع العلاقة اللي عندي بهذا الشكل وأيضاً أقول لك أنك أنت حفظ هذه المعادلة أنتاش مطالب بي أنك أنت ممكن تجيبها من الـ Table بي المختصر اللي عندك To find A given B وحسب سعر الفايدة ون اللي عندي الـ A والـ G يبقى عبارة عن الفاكتور To find A given G أقدر أجيبه من حاصل ضرب الـ Two Component اللي هو To find B given G و To find F given B يبقى أنت النهاردة بتختصر الـ B مع الـ B يطلع الـ F الـ F على الـ G اللي عندنا زي ما قبنا بالضبط العلاقة ما بين الـ A والـ G نقدر نجيبها بهذه الطريقة نجيب العلاقة الـ F والـ G اللي عندي By multiplying the future value equations we can find annual payment العلاقة بين الـ A والـ F يسموها sinking fund اللي عندي By multiplying present value equations we can get the capital recovery factors A بالساوي B في الفاكتور To find A given B إذن الإثباتات بتاعت هذي القواني ممكن تجيبها بكذا طريقة capital recovery factors sinking funds زي الـ interest rate اللي عندي في قاعدة مهمة جدا للحسابات السريعة لما يجي واحد يسألك يقول لك أنا هحط المبلغ في البنك المبلغ ده يتضاعف بعد كام سنة إذا كان سعر الفايدة اللي عندي رقم معين أو العكس يقول لي إيه هو سعر الفايدة إذا كان البنك بيديني الـ duplicating مثلا بعد عشر سنين ففي قاعدة سريعة اسمها القاعدة 72 أو القاعدة 72 بتقول إن الـ common questions must often ask it by investors إن ده سؤال دايما شائع المبلغ بتاعي يتضاعف إمتى how long will it take for my investment to double in value most have a known or assumed compound interest rate in advance assume سعر الفايدة اللي عندي 13% في المية per year في الحالة دي القاعدة 72 بتقول لك approximate time for an investment to double in value given the compound interest rate بيساوي 72 على i يعني لو انت عاوز الـ in اقسم 72 على سعر الفايدة يديك عدد السنوات اللي فيها المبلغ بتاعك يتضاعف أو العكس لو انت عارف المبلغ بيتضاعف امتى تقدر تجيب البنك بحسبك على سعر الفايدة يبقى 1 can estimate the required interest rate i approximate عبارة عن 72 على n assume we want to invest in the double in say 3 يير لو عندي 3 يير بقى في الحالة دي اقول والله 72 على 3 يطلع 24% يبقى القاعدة 72 دي قاعدة مهمة بتديك approximation solution example لو انا عندي 5% per year يبقى 72 على 5 يبقى في الحالة دي انا بعد 14 سنة فاصل 4 اقدر اعمل وشكرا والسلام عليكم